لطالما تغنت إيران وأذرعها الميليشياوية بالقدس وتحريرها وأسست فيلق القدس الإيراني الذي وجه سلاحه تجاه العراق ولبنان واليمن وسوريا ولم يطلق رصاصة واحدة تجاه الكيان الصهيوني الغاصب للقدس بل إن الميليشيات التابعة لإيران قتلت وهجرت الفلسطينيين اللاجئين في العراق الميليشيات أرادت أن تركب الموجة وتهتف لمعركة طوفان الأقصى في جعجعة فارغة سرعان ما تنصلت منها بتصريحات رسمية لخامنئي ثم جاء خطاب حسن نصر الله بعد شهر من انطلاق معركة طوفان الأقصى ولم يخرج عن سقف ما هو متوقع بحسب القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الذي أكد أن نصر الله أرسل رسائل لا تخفى دلالاتها في التنصل من كل فعل حقيقي لمقاومة الاحتلال خارج الساحة اللبنانية بما يتوافق مع المتطلبات الأمريكية بعدم توسعة المعركة تصريحات الميليشيات باستهداف القواعد الأمريكية ومطالبة مقدد الصدر بعقد جلسة طارئة لغلق السفارة الأمريكية واجتماع زعماء الفصائل المرتبطة بإيران ومنهم عبد العزيز المحمداوي المعروف بأبو فدك والذي قال إن الحشدة هو الدولة وهو مسؤول عن حماية ما عدها بالمنجزات كذلك سيطرت الميليشيات على منفذ تريبيل الحدودي لغايات أخرى تتستر بغطاء نصرة فلسطين كل ذلك في إطار لا يتعدى التحرك الإعلامي البعيد عن الأفعال فها هي ميليشيا كتائب حزب الله التي أطلقت تهديدات بأنها ستقابل زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلانكن للعراق بتصعيد غير مسبوق وأنها ستغلق السفارة الأمريكية بطريقة غير رسمية إلا أن أي من ذلك لم يحدث طوال تواجد بلانكن في بغداد وزير الخارجية الأمريكي قال في زيارة لبغداد إن السوداني اتخذ الإجراءات الضرورية لمنع الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق فيما سارع السوداني بعد ساعات من لقائه بلانكن إلى طهران في زيارة قال مكتبه إنها بغرض التباحث بشأن الأوضاع في المنطقة فيما كشف مصدر حكومي عن صفقة تتضمن عدم استهداف السفارة الأمريكية ببغداد مقابل عدم إثارة سفيرة واشنطن ألينا رومانوسكي قضايا تحرك فيها نقمة الشارع العراقي ضد حكومة السوداني الإيرانيون سعداء بتفعيل جماعاتهم بالوكالة والسمح لأشخاص آخرين بالقتال والموت بدلا منهم وفقا لموقع فوكس الأمريكي لافتا إلى أن ميليشيات إيران في العراق لن تطلق الصواريخ ما لم تقرر ذلك طهران وإن إيران لا ترغب بمهاجمة إسرائيل أو الولايات المتحدة بشكل حاسم ومباشر اشتركوا في القناة